قال عضو لجنة الشؤون الدستورية التشرية بمجلس النواب عبد المنعم العليمي إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدم به أحيل للجنة الاقترحات والشكاوى وسيناقش قريبا واعتبر العليمي أن مشروع قانون سيحقق التوازن بين المالك والمستاجر ويعيد النظر في القيمة الإيجارية وأشار إلى أن المشروع مكون من ست مواد وتقوم فلسفته على التحكم في امتداد العقد بين المؤجر والمستاجر